ووسط التأكيد على أهمية الالتزام بتعليمات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أكد أكاديميون أن المسؤولية الاجتماعية تتجلى بضرورة موصلة الالتزام التام بالتعليمات الصحية تعزيزا للجهود الوطنية للحفاظ على صحة المجتمع ككل الجهود الوطنية لفريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاقت استحسانا وإشادة عالمية لما قام به أبطال الصفوف الأمامية من تحدي لجائحة كورونا بكل كفاءة واقتدار وما بذلوه من دور في مواجهة هذه الجائحة بشهادة مؤسسات دولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية هذه الجهود الخيرة والكبيرة واجب علينا أن نقف لها احتراما وأن نتحلى جميعا بالمسؤولية الوطنية وأن نقابلها بمزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية وكانت وزارة الصحة قد أكدت أن اللقاءات والتجمعات هي من الأسباب الرئيسية في انتشار الفيروس لذا من الأفضل تجنبها أو جعلها في أضيق نطاق لتجنب مخاطر الفيروس والأثار السلبية الناتجة عنه وتقع على عاتق كافة أفراد المجتمع مسؤولية الوعي بالحقائق والأثار المترتبة على الفيروس من جهة وضرورة تغيير السلوكيات الخاطئة خصوصا في شهر رمضان الذي امتاز عبر السنين بالتواصل الاجتماعي لكن هذه المرحلة تتطلب تجنب التجمعات العائلية والالتزام بالإجراءات والمبادرة أيضا على أخذ التطعيم للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع والعودة إلى الحياة الطبيعية وتتطلب العودة للحياة الطبيعية أولا تقدير الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة فالمسؤولية اليوم هي عدم العودة لنقطة البداية وعلى المجتمع أن يحقق التواؤم مع الجهود التي تبذل كل يوم ومع الالتزام سنواصل تحقيق نتائج إيجابية متميزة